شو مهزومة مكلومة مجروحة معنداش اي انتصارات في اي حاجة اللي احنا منتصرين في العلم ولا منتصرين في التكنولوجيا ولا منتصرين في السياسة شاورولي على اي انتصارات عربية حقيقة احنا مش عارفين انه واجه بلد يعني اه اه احتلت بلدنا مقالنا سبعين سن احتلت الوطن العربية احتلت فلسطين خيبات عربية شديدة في كل المجالات انسألت عن التصدير لا نصدر الا المواد الخام انسألت عن الاسلحة احنا اكتر ناس في العالم بتستورد اسلحة نحارب بها بعض هل في اي اختراع عربي يا جماعة خلال من معد بن سينة وابن الهيسم وكل الانجاز العربي العظيم في فترة الزهو اللي حصلت في الحضارة العربية صحيح كل علماء العرب كل المشايخ كفروهم واتا وابن تيمية كفر الخوارزمي وانا كفر جابر ابن حيان واعتبروا مهارطق وعايز يطبع عليه لحده وابن سينة قالوا عليه مرتده يعني كلهم مفيش حد سلم يعني من السينة رجال الدين اللي هما دولت يتقول لك العرب علموا العالم علماء العرب عقلاء العرب مش شيوخ العرب مش وعاز العرب وعاز العرب كان عايزي دي اقتلوا العلماء انما احنا كمجتمع عربي ومسلم دول عربية واسلامية ايه اللي قدمنا للبشرية ولا اي حاجة بلاش ايه اللي قدمنا للنفسنا ولا اي حاجة الناس فرحانين بفوزهم احنا لأ احنا لما منفوز بنعتبر ان ده فوز خلين حقينا على حاجة مش عارفين ايه ايه بس خلين حقينا من حاجة وفوزنا على الاخرين ويا السلام واثبتنا ان ايه مش واغدنا رياضة خالص يعني واغدنا بالمنحة منحة الشعوب المهزومة بننتقم من الاحتلال يعني منفوز على الفريق اليوم باس الاحتلال